يورجين كلوب يسخر من قدوم مو بابي إلى ليفر بول يسخر مدرب فريق ليفر بول يورجين كلوب من الشائعات التي ربطت النجم الفرنسي كيليان بالانتقال إلى الريدز هذا الصيف وقال كلوب في حديثه لقد ضحكت عندما سمعت الخبر كيليان من بابي لاعب جيد ولكن وضعنا المال لا يساعد أبدا لا أريد تدمير القصة ولكن لا يوجد شيء حسب ما أعرف وأضاف ربما يكون هناك شخص في النادي يعمل على مفاجأة لي من خلال التعاقد مع مو بابي ولكن هذا لم يحدث منذ قدومي ستكون أول مرة إذا وقعت وكان التقارير قد أكدت بأن ليفر بول ريد في ضم مبابي على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن الأخير رفض وكان مبابي يقترب من الانتقال إلى ليفر بول قبل حسم قراره بالانضمام إلى باريس سنة 2018 في رأيك أنت هل كيليان مبابي رسميا مع ريال مدريد؟ أم إنه سيغير وجهته؟ ترجمة نانسي قنقر